تدور أحداث المسرحية حول بطلها وهو ملك الدارمارك الشاب هاملت الذي يقتل والده فيصاب بالحزن الشديد ويقرر أن ينتقم لموته وعليه تتناول المسرحية التراجيدية مشاعرا تتعلق بألم الفقد والتي يعتقد أن شيكسبير قد عانى من مشاعر مشابهة لها كتبت في هذه المسرحية بسبب فقدانه لابنه هاملت وتعد مسرحية هاملت أعدم مسرحية كتبها شيكسبير بناء على رأي العديد من نق هذه الأدب كما يعتقد بأنها قدمت بعدا عميقا في علم النفس قبل مئات السنين من ظهور صورته الحديثة روميو وجوليات تتناول المسرحية قصة شخصين يقعان في الحب بالرغم من اختلاف خلفيتهم الاجتماعية وذلك بسبب العداء الواقعي بين عائلتهما مونتيجيو وكابيوليت فتظهر في المسرحية عدة مشاهد حركية بسبب هذا الخلاف ولكن يبقى مشهد الشرفة من النصوص الدرامية الأكثر شهرة في العالم ويمكن القول إن مسرحية روميو وجوليات هي مسرحية تقدم قصة رومانسية وتراجيدية وتعد أشهر مسرحية كتبها شيكسبير نظرا لموضوعاتها الخالدة ترجمة نانسي قصة رومانسية ترجمة نانسي قصة رومانسية وقول أن رأي در حينه وقصة رومانسية قوى نفسه ترجمة نانسي قوى ن مسرحية فقوى نعائي ووصلت إنها شخصة الرجل وكنت أغلاث تحيق بقية حتى أغلاث تحيق بقية أحيق أنت تحيق بقية احيق وفي أغلاث تحيق بقية ترجمة خرجة للتعريكة بكي تجارتتا لجهانية رو ميط رو ميط مرحلة or any other part belonging to a man Live ! Oh be some other name What's in a name That which we call a rose by any other name would smell as sweet So Romeo would were he not Romeo called retain that dear perfection which he owes without that title حوالي وجعل ذكي 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 ذكبها مسرحية ماكباث هي مسرحية درامية قصيرة تتناول أحداثها التغير الذي يطرأ في حياة ماكباث الذي يبدأ بكونه جنديا ثم يصبح ملكا ويتحول في النهاية إلى طاغية ومن أهم الشخصيات الظاهرة في المسرحية شخصية الليدي ماكباث التي تتصف بكونها شخصية شريرة وذات طموح عال ما جعل دورها في المسرحية مهما ومؤثرا يعد النقاد أن الملك لير مسرحية شيكسبير الأهم تتميز بأبعاد ملحمية لقصة صراع عائلي بين الآباء والأبناء وبعمق في تحليلها للعواقب الوخيمة التي تتمخذ عن تصرف الملك الانفعالي غير المسؤول عندما يتنازل عن السلطة والمال لابنتائه ويحرم ابنته الصغرى كورديليا لظنه أنها لا تحمل له من الحب ذلك القدر الذي تحمله له أختها التي تبلغان كذبا في التعبير عن حبهما لوالدهما بينما تعجز الصغرى وهي أكثرهن حبا لوالدها عن التعبير بالكلمات وتلقى كورديليا حتفها ويعجز والدها عن إنقاذها قبل أن يموت ويظهر فشل الخير أمام حماقة البعض وتعنتهم وتجاهلهم للحقيقة احترابيهم فششانستكا اتنسى كورديليا تط gia لم يكن أعيث قلoo my sisters سلامين مل لدي الشيئين لن أيضا ايضا تلك الرئيسي من سيدة بلا يحصل على سيدة سيصنع سيدة سيصنع سيدة بالريا لا يحصل لن يحصل على سيدة الآن قلاش ربي ربما بذلك سيدة سيدة رجل سيدة 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 ويدة سيدة أما في مأساة عطيل وهي مسرحية شيكسبير التي كتبت سنة 1604 وقدم فيها تحليلا عميقا لآلية الإيقاع بقائد عظيم ضحية الغيرة على زوجته البيضاء المخلصة ديس ديمونا من خلال المخطط الخبيث والمضروس الذي يرسمه تابعه إياقو الذي يستغل نقاط الضعف لدى سيده الغريب عن المجتمع الذي يعيش فيه على الرغم من مكانته المرموقة ولكونه ينتمي إلى ثقافة شرقية تختلف في معالجتها لموضوع الحب والغيرة والشرف عن نظيرتها الغربية ويتطرق أيضا لمفهوم الشر من أجل الشر الذي صوره شيكسبير في شخصية إياقو الذي يجد لدة في هذا الشر فيكشف خططه للجمهور من خلال تقنية الحديث الجانبي التي تضع المشاهد في وضع المتواطئ معاه والراغب في إدانته في آن معا ترجمة نقاط الضعف لدى سيده ترجمة نقاط الضعف لدى سيده ترجمة نقاط الضعف لدى سيده I am not what I am what a full fortune does the thick lips owe if you can carry it thus موسيقى 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 أعطيناه تبعيها تبعيها تبعيه تابعيه تبعيه تبعيه في السيارة تبعيه 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 وفي في مجلة أساس النات تبعيه وفي يجب يجوئ بمي يجب توعيه كبقيه لتدج من التجانة وفي سيبيه يجب نفعلك فضلها تبعيها أليل أليل ترجمة ثانية